مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال التقسي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي نبدأ ونشرتنا الجوبزة نهار ديوم بهذه الصورة نخترناها لكم نحبكم لإحدى الأماكن السياحية المتواجدة بتركيا إذا إن شاء الله لا تأنتمنا بنسبة الوضع المرتقبة إن شاء الله حسب مصلحة الأرصاد الجوبزة حسب آخر نماذج أمطار إن شاء الله رح تكون في الموعد أمطار خير على الجزائر على وهرن أمطار إن شاء الله رح تتسمر بإذن الله على البويرا على جيجل أمطار إن شاء الله رح تلحق على شلف سعيدة كلمسان أمطار رح تستمر على الصيف على الجلفة على الغواط كذلك زواب عرم لي نشطة نقولون مشاهدي الكريم الحيطة والحذر بالضبط على بشار على غردايا على وسط الصحراء عين سالح درجة الحرارة إن شاء الله بإذن الله نهار ديوم الجمعة درجة حرارة فصلية على العموم على أغلبية الولايات الوسطى الشرقية الغربية كذلك نسجل مقياس 16 درجة كأدنا مقياس على سطيف باتنا خنش لآري سعينة زلعين أرنت راسلواد كذلك 27 درجة مائة وزا على غردايا تبقى درجة حرارة فصلية على أغلبية الولايات الصحراء وزا 36 درجة نسجلها كأهلا مقياس بأقصى الجنوب برج برج مختار عن قزام عين أزوا وأباليسا حال البحر إن شاء الله مشاهدين الكرام إذن الحيطة والحذر لأن البحر سيكون هايج مصطرب على أغلبية السواحل الشرقية الوسطى الغربية هذا نتيجة الرياح القوية لح تشهدها أغلبية السواحل إذن سوعة الرياح إن شاء الله ستلحق حتى 80 كم في ساعة لسواحل العوانة 70 كم في ساعة سواحل تنس دلس من 60 حتى 65 كم في ساعة سواحل أقول الشرقية والغربية مع اتجاه الرياح مختلفة من غربية تماما إلى شمالية غربية تعود ترجع غربية تماما على سواحل وسط حتى سواحل الغربية مشاهدين الكرام لهنا الحقنا الخيطة موعد نشاطكم جاوزة لنهار اليوم الجمعة نختموها بغروب الشمس نقلكم لمزيد من المعلومات مع لكم غير نزوروا مواقع أكيد قناتكم قناة الوطنية تي في لا هي دايما في خدمتكم وتابع الشرقية مع بقية برامجنا جمعة وباركة بقوا على خير تلف رحتيكم